السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كثير من الفيديو اللي فات عندنا قردر حلوة قوي تابعوا معي الفيديو الاخر ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله بداية كده قبل ما ندخل في الفيديو وقبل ما اتكلم معكم في كل حاجة ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا رب ينصرهم ويزيح الغمة وينصرهم نصرا يتعجب لو اهل الارض واهل السماء عايز اقول لكم الفيديو ده متصور مبارح او الوردر ده متصور مبارح ومتسلم مبارح لكن الفيديو اللي نزل لكم مبارح ده دوت كان قبليها بيوم بس كان النت عندي ضعيف وكده فما حملته وما كانش عايز يحمل خلص فاضطريت اللي انا ايه انزله مبارح عايز اقول لكم يعني مثلا ايه حنشوف انا عملت ايه وكل حاجة فعايز اقول لكم كلمتين الاول بجد بشكركم على دعائكم ليا وكلامكم ودعواتكم ربنا جزيكم كل خير وعايز اقول لكم كمان الانبارح اليوم ده من اصعب الايام اللي مرت في حياتي هقول لكم كل حاجة وانا شغلها معكم في الفيديو اول حياة كده كنت غسلة كمية من الفراخ يعني اوراك وغسلة اللي هي الشيش طووج او الوراك المخلية وكمان بني تمام وبعد كده بقى حنعمل للوراكين دول تدبيلة بسيطة بصلاوية بفصين من الحبهان وملح وفلفل اسود ضربتهم في الكبه كده وبعدين دعاكت كده الوراك زي ما انتم شايفين وتدبيلتهم من تحت الجلد كده اول تدبيلة خلصت معي تعالوا بقى هنا ايه نشوف حنعمل ايه تاني حنعمل بقى تاني حاجة كفتة الفريخ حطيت بقى في الكبه بصل وتمطرم بصلاوية واحدة انا حعمل نصف كيلو من البني حطيت بصلاوية واحدة على يعني اربع فصوص توم وقارن فلفل احمر وحطيت كمان ربطة من البقدونس بس شلت الايه العيدان منه وحطيت الكلام ده كله في الكبه وحضربه زي ما انتم شايفين يبقى بصل ومتقط طريش البصل وقارن فلفل احمر او اغدر انا كان عندي قارن واحد فلفل احمر بس ايه صغير فحطيت معاه فلفل اغدر اللي هو اليومي طبعا ممكن تحطي زبايز وحطيت ربطة من البقدونس كده زي ما انتم ايه شفتم عملت الخلطة دي كله وحبت ايه امسك البني بقى كده ايه افرمه في الكبه يعني حتة حتة بس اهم حاجة البني بتاعك تكوني ايه لحد ما متصفي تمام بعد بقى لما خلص فرم البني بنفس الطريقة نشوفها نعمل ايه دي عايز اقول لكم امباح ناتجة الاشعة المقطعية زي ما كنت اقيل لكم طلعت وعايز اقول لكم كان اصعب يوم لان اللي اكتشفته او اللي عرفته يعني مؤخرة اللي عرفته يعني من الاشعة طبعا هو الدكتور حاولني الدكتور تاني حاولني الدكتور مخه وعصاب فكان المفروض بقى لانا روح المهاردة بقى الدكتور مخه وعصاب المهمة هنرجع تاني للموضوع بس ايه تعالوا نشوف الاول تدبيلت الايه الكفت بعد كده لما فرمت البني قمت حط عليهم ملح وفلفل اسود وحطت كمان شوية من الجنزبيل ورشة من البابريكا ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ وحطيت كمان ايه نص معلقة من البكنج بودا دي الايه التدبيلة بتاعتنا او التوابل وحطيت كيس فيجيتاري من اللي هو السبايسي او العادي يعني الكيس دوت بيلب من الكفتة لو لقيت الكيس قليل زودي معلقة او معلقت بقسموت بس الفيجيتاري بيديكي طعم احلى بس اهم حاجة تغذي بالك من الملح لان الفيجيتاري ده بيبقى متبل فممكن ما تحتاجيش تحطي ملح او لو هتحطي هتحطي حاجة بسيطة خلص تمام? هاجنها بقى كده مع بعض كويس جدا وبعد كده هبدأ بقى ايه اشكلها تمام? هحط لها بس فوق الوش شوية من الزيت وايه وحبدأ اشكلها كده على اي حاجة سيخ او اي حاجة عندك وخلاص على كده كده كفتة الفراخ خلاص اتنا عايز اقول لكم طعمها حلوة جدا ويعني بجد جربوها ان شاء الله تعجبه تعالوا بقى نرجع للمباح لما جبت بقى الاشاعة وكده الحمد لله يعني قدر له مش اقفعت فالمهم احنا بعثنا التقرير يعني الى حد ما دكتور يعني عشان عبال لما نروح لدكتور مخو اعصاب كده كان يطمننا يعني الاشاعة فيها ايه يعني لغاية لما ايه نروح له تانيون فالدكتور يعني اردنا التقرير يعني قال لني يعني ايه الى حد ما بصوا انا مش قادر يقول الكلام لان انا اعتبر ما نمتش كده من مباح من جتر ايه كانت نفسيتي ربنا يعلم بيها المهم اللي الدكتور قال لي ايه فيه الى حد ما بس ده مش الدكتور اللي هو المفروض حيعالج ده احنا ايه دكتور بمعرفة شخصية كده هو اللي قال لنا اللي باين في اكينه بيقرهاننا يعني اللي باين في الاشاعة اللي هو يعني ورم في جزء من العمود الفقر اللهم احفظنا الحمد لله الحمد لله عايز اقول لكم نايمة ليلى بس الحمد لله طبعا الحمد لله حتى لو كان اي حاجة انا كنت راضية بس الحمد لله تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني قبل ما هكمل لكم الموضوع وانا شغالة بس عشان ايه لو حد عايز استفاد من الوصفة زي ما انتو شايفين بقى هنعمل التدبيلة التالتة وهي هنعمل تدبيلة الشيش طوق حطيت بقى زي ما انتو شفتوا بصل وطماطم في الكبة وفلفل مش في الكبة حطيتهم في الهندبلندر كده دربتوه بس من غير اي حاجة ممكن تدريبهم عشان بس الهندبلندر يلف معيك بشوية ايه شوية خل وبعد كده حاب ازود الاضافات الاضافات هحط خل وزيد وملح وفلفل اسود وشوية من جنزبيل وشوية من بودرة الايه بهارات الفراخ وشوية من الكيري لو ما عندكيش بهارات الفراخ ممكن تحطي حاجة من الاتنين وحاجة بسيطة من ايه من البابريك تمام يبقى حطيت بصل وطماطم وفلفل في الكبة واهم حاجة تصفيهم دول التدبيلة دي اي حاجة بتحطيها على الجيل اي تدبيلة بتحطيها على الجيل لازم تصفيها عشان الحاجات دي ما تتحرقش مني بعد كده بقى حطيت زي ما قلتلكم زيت وخل بعد لما صفيتها وملح وفلفل اسود وشوية من بهارات الفراخ وشوية من الجنزبيل المهم التوابل اللي انتي بتفضليها يعني انا بقول لك الحاجة اللي انا بستخدمها انتي بقى التوابل اللي انتي ايه تفضلي وحطت كمان ايه علبة زبادي الزبادي بتطاري الشيش طووج وقطعت الشيش طووج دي من الوراك يعني انا بخلي بتاع الفراخ هو اللي يخليلي يخليلي الوراك تمام وستبتها بقى في التدبيلة وخلاص على كده تعالوا بقى هنا نعمل صلطة الكولسلو يبقى احنا كده خلصنا كل الحاجات اللي على الرخيمة وبعد كده نرحل بتجز مروا حفروا بقى الكرومب اللي هو الصلطة ده وجزر في الكبه كده بس اهم حاجة ما تفرموش نعم يعني تحاولي تقطعي كده ايه في الكبه يعني تبتكي عليها وتفصلي وهكذا عشان ايه يتفرع مكنك ما قطعه باستكين وبعد كده حنعمل له الصوص بتاعه تعالوا بقى نرجع نتكمل لكم البعدين بقى لما الدكتور ارهننا وقال لنا يعني اللي هي اللهم احفظنا يعني كده في العمود في جزء من العمود الفقر من جهة اليوم فالحمد لله يعني قلق يعني سمعت الخبر بس يعني الحمد لله طبعا النهار ده الصبح من الساعة 8 كنت عند الدكتور رحت بقى الدكتور مخوط عصابه كده الناس اقلوا يعني حد والشقر الشحول يعني فطلب مني بردو كذا اشيعة عملتها اشعة رانين واشعة تانية وعملتهم الحمد لله ورجعت له تاني والحمد لله طب مني الحمد لله فضل ونعمة طب مني وقال لي لأ ما فيش الحاجة دي خالص الحمد لله العمود الفقر سليم لكن المشكلة عندي في عظمة كده جنب العمود الفقر بشوية يعني بعيدة عن العمود الفقر فالعظمة دي لحد ما هي فيها مشكلة لكن هي العمالي الوجع دي لكن ممكن مع العلاج يعني تروح لكن لو مع العلاج ما راحتش او لسه التعب مستمر قال لي هتروحي لدكتور العظم يعني وما تقلقيش وما فعلش اي حاجة والحمد لله يعني هو الوجع الجامل ده بسبب العظمة دي بس فالحمد لله قدر الله مش هافعل الحمد لله الحمد لله عايز اقول لكم يعني النهاردة الصبح حصل لي حاجة غريبة لما بدخل للدكتور انا مش عارفة من جتر الوهم اللي انا فيه او الخضة مش عارفة حدد التعب لكن سبحان الله اول لما اطمنت انا حاسة اللي فعلا التعب روح قد ايه فعلا ايه القهرة هي فعلا قهرة لما تسمعي خبر عن عن يعني عنك كده وانتي بتشتغلي فالحمد لله ربنا ما يكتب لأي حد حاجة وحشة والله يبدعلكم قبل ويبدعي النفسي يعني يبدعي لأي حد فبجد ربنا يجزيكم كل خير ويبعد عن اي حد اي حاجة وحشة طبعا صلاتة الكولسلو خلصت بس هقول لكم انا عملت ايه المهم بقى فعملت ايه بقى في صلاتة الكولسلو بعد لما فرمت البصق الكرومب مع الجزر هنعمل له بقى الصوس او الدريسنج او حطيت بقى يعني اربع معالق اشان عاملة كمية كبيرة حطيت اربع معالق كبور او خمس معالق من المايونيس وصدهم قدوهم زبادي وزودت شوية خل وملح وفلفل اسود وخمس معالق سكر وحنزل عليهم بقى بلبن بالتدريق وبعدين حطيته على الكرومب والجزر وقلبت الكلام ده كله مع بعض لو لقيتها نشفع زودها شوية لبن وخلص تمام؟ بعد كده بقى روحنا على البتجاز والورتين حطيت بقى معلقة سمنة صغيرة كده وحضلهم صدمة كده ايه على الجنبين لغاية لما ايه ياخدوا لون وبعد كده بقى حبدأ عنا نزل عليهم مية سخنة من الكاتل علشان ايه ياخدوا طعم السمنة البلدية وفي نفس الوقت يبقى لويك ايه ليه طعم وحطيت بقى ويقلوي وحبهان وبصل ملح وفلفل اسود الحاجات اللي بتحطيها في الشويبة العادية خلص تمام؟ اما بقى الحلة التانية الهنيك دي حطى فيها مية علشان تغلي علشان نسلق فيها ايه المقايون شايفين بقى اخدوا اللون ازاي؟ تعالوا بقى هنا نعمل ايه البشامل بطريقة ايه سهلة جدا ان شاء الله تعجبكم طبعا انتو حفزتوه بطريقة ما ببغير روش حطيت بقى ايه مكعبين زبدة كده او كم معلقة سمنة بلا دي يعني شو فيه بتستخدمي زبدة او سمنة اهم حاجة تبقى السمنة تبقى ايه او الدقيق يبقى ايه يعني مش مكالكعة في السمنة فانت بقى ايه حطي زي ما انت ايه بردو انت شايف انا بحط ايه ثلاث معلق سمنة على ثلاث معلق دقيق بس تكون معلقة كبيرة يعني تعالوا هنا بقى بعد لما لويك اخدت لون كده على الجنبين قمت او اخدت الصدق ما نزلت عليها بمية من الكاتل وعسابها بقى ايه ايه تغلي كده لغاية لما يعني لو طلعت ايه او اي حاجة حشلها وبعدين اعهد الناي عليها هنا بقى بعد لما الضيق كده تكتك في السمنة هبدأ انزل عليه بايه بالحليب هنا بقى كانت المية غالت بقى قمت نزلة بالمكايونة كده اصلوها بالطريقة العادية وكنت حطة في المية حبت ايه ملح وخلاص على كده زي ما انتو شايفين بقى لضيق تكتك كده في السمنة هنزل عليها بكيلو ونص من الحليب او اتنين كده اللي ربع تمام اهم حاجة ما تتقليش البشاميل اللي خلي كوامه كده ايه لحد المية ولا تقيل ولا خفيف تمام واعتبلوا بقى بملح وفلفل اسود ملح وفلفل اسود ولو حابة تحطي جوز تطيب مفيش مشكلة ده وايه لو انت حاب وبعد بقى لما لف معي او تقل كده خلاص هتفع لي شايفين بقى كوامه وعمل ازاي وهنا بقى كان الوركين بصوا عاملين شوربة ازاي او عاملين مرأة ازاي لان انا حطى لهم بس ايه يعني كباتين مية بس عشان يتسلقوا فيها فمطلعين شوية مرأة يعني طحفة ما شاء الله هاخد بقى الوركين كده هتفضي بس المرأة لان انا مش عايزيها دلوقتي ممكن طبعا تحطيها في كيسة في الفريزر او اي حاجة وتطلعيها بتعملها عليها ملوخية والآس اي حاجة انا بقى زين التوصى كده دوبك بس شلت منها الوركين وفضيت الشوربة وجبتها زي ما هي كده حطت فيها معلقة سمنة او مكعب زبدة وكنت بقى اخدت الوراك فصصتها او خليتها من العضم وخليتها ايه نساير صغيرة كده وحبدي اشروح بقى الفراغ ديها تفقيه في معلقة سمنة وملح وفلفل اسود وحبت كمان معلقة صغيرة من الكاري او بغارات الفراغ المتوفر عندك عايز اقول لكم الفراغ دي طعمها خطير يعني انت لو عندك بواقف فراغ كده ولتاني يوم او كده ممكن تعمليها بالطريقة ديها تقطعيها وتعمليها بالطريقة دي وتقطع عليها بقى فلفل وبصل وفصين توم عايز اقول لك هتبقى خطيرة من غير تماطرم طبعا انا بقى مش هحطلها بقى في الوصفة دي ولا بصل ولا اي حاجة انا شوحتها كده بس زي ما انتم شوفتوا بلقيه بشوية التوابل ومعلقة السمن وحنبدأ بقى نطبق صنية المكاريونة زي ما انتم متعودين معي هحط بقى طبقة بشامل وبعدين المكاريونة وبعدين حنزل بقى بلقيه بالفراغ تمام طبعا الفيديو بينزلكم متأخر على الله بقى الفيديو تشوفوه ان شاء الله بأمر الله بجد يعني مش عايزة مش عايزة اتقل عليكم وقول لكم ياريت ترفعوا الفيديو لاني فعلا بصوا انا يعني مش عايزة اقول اللي انا بقيت بتعب في الفيديوهات وكده لاني انا مقتنعة لقيه يدي ارزاق وانا اكيد مش هيخد اكتر من رزقي يفاهميني فالحمده اللي انا رزيا والله بكل حاجة ربنا كاتبها ديوه فتعالوا بقى هنا بعد لما خلصت صنية المكارونا كده خلصت هدخلها بقى الفرن وخلاص على كده اخر حاجة بقى هنبدأ اين شوي زي ما انتم شفتوا طبعا لما خلصت الفراخ كنت دخلتها او كفتة الفراخ كنت دخلتها الفريزر وبعدين جبت بقى الجيل وعايزة اقول لك ما بتاخدش وقت يعني جبت الجيل اللي ممكن تشويها على معادي الاكل بتبقاها لسه نازلة منها الجيل اللي بتبقى طعمها حلوة حطت بقى شوية زيت وحبدأ انزل بالكفتة كده زي ما انتم شفتوا وحديها صدمة وافضل حاجة لتقليب الكفتة اللي بيها بايد الجيل او بايد التوصل اللي انت بتشويها فيها بس على كده اول لما تاخد اللون هتلاقيها هي ما بتغيبش في السوق هتلاقيها استوت على طول هنا بقى كنت طلعت بقى الكفتة في طبق كده لان انا ايه لسه هعيجع حطها تاني في الجيل بس طبعا كانت استوت علشان عايزة اشتغل ايه في الجيل تاني جبت بقى هنا مقطعها خضار بصل وفلفل وجزر طبعا الخضار اللي عندك بس يعني يفضل بلاش تموت وحطت بقى متبلاب ملح وفلفل اسود وودت له كده صدمة على الجيل يعني بشويه بس اهم حاجة ما تتكيش عليه في الايه في الشوي يعني عشان ما يطروش ويدو بقى اتنزلت عليه معلقة خل وبردو ايه حشويه وحطه في طبق جنبي دلوقتي زي ما انتو ايه شايفين اخر حاجة بقى حشويها اللي هو الايه الشيش طوق طبعا هزود بقى شوية زيت ولو انت حابة تعمليه على عصيان الشيش مفيش مشكلة ده كده حلو وكده حلو بس انا المريودي فضلت اللي انا ما حطوش على عصيان الشيش ودي له صدمة كده ايه زي ما انتو شايفين لغاية لما اهم حاجة بقى ما تقلبهوش اول لما تحطيه على الجيل لان انت عتنلاقيه بينزل شوية مية المية دي عتسويه وسبيه لغاية لما يشربها خالص وبعدين يقلبيه عالجنب التاني شايفين بقى اخد اللون ازاي لكن لو فضلت تقلبي فيه هتلاقيه نزل المية كتير قوي ومش هياخد علامات الشاوية ولا اللون الشاوية الحلو ده هنا كنت خلاص بقى شويت الشيش طوغ وشويت الكفتة والخضار كنت بقى مشغلة فحم وايه وحابد احط بقى الخضار تاني في كل حاجة في جنب كده وسعت في النص بعيدة عن الفراخ وبعيدة عن الشيش طوغ وحطيت الفحمة في النص في حبة الزيت الايه البقين وغطيت عليه عايز اقول لك كان ريحة التدخين اكدني فعلا شوية على الفحم بس وجبت بقى هنا الاطباق فرشت من تحتها كده في بقدونس وكده وحابدأ ايه ارس الحاجة كده حطيت الاول الخضار وبعدين قمت نازلة بالايه بالشيش بعصاية ايه بالشيش طوغ وهنا الكفتة برضو زي ما انتم ايه شايفين عايز اقول لكم حد اه متابعة برضو حبيبتي سألتني على الاطباق دي الاطباق دي بتتجاب من عند اي حد بتاع مستلزمات اللي هي التغليف والكلام ده طبعا لما بتجيبيه فرداني طبق بيوصل مسلا سبعة جنيه او سبعة ونص على حسب كل محل بيبيعه بكيه بس مش بيقل عن كده ولو لقيت ايه اقل من كده ممكن ستة ونص ده اقل لحاجة لكن لو بتجيبي بقى منه بالجملة او كده فممكن عيبقى فرق بين الجملة والسعر الحقيقي والسعر البيع يعني ممكن نص جنيه او جنيه على حسب يعني بس هو ايه فرنج كده فرنج السعر ده بس وحطيت هنا بقى صلطة الكل سلو واده بقى صنية المكارونة شايفين حلونها ما شاء الله وده القردر بتاعنا واتمنى يعجبكم واتنسونيش بدعوة حلوة واتنسونيش بشاهل الفيديو ولايك واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله باكدو